أفسدت حياتي رسالة مؤثرة من ريهام عبدالغفور لوالدها الراحل في منشور مليء بالمشاعر الحزينة والمؤثرة نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورة قديمة تجمعها بوالدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور أرفقت ريهام الصورة بتعليق يشبعها ألما وحزنا حيث كتبت لقد أفسدت حياتي يا أبي فكلما قارنت رجلا بك سقط من نظري وأضافت ريهام كلمات مستوحات من قصيدة للشاعر نزار قباني مشيرة إلى تأثير والدها الكبير في حياتها وأختتمت تعليقها قائلة هدباء نزار قباني أسالكم الفاتحة والدعاء لعلى أبي في تصريحات سابقة لها على شاشة التلفزيون تحدثت ريهام عبدالغفور عن علاقتها القوية بوالدها الراحل وعن الألم الكبير الذي شعرت به بعد وفاته المفاجئة ريهام قالت فقدان أب طيب وحنون هو أمر قاسي للغاية وخاصة عندما تكون طريقة وفاته صادمة لكن الحمد لله نحن راضون بقضاء الله وبالتأكيد هناك حكمة كبيرة وراء ما حدث ولدي كان بصحة جيدة جدا وهو شخص رياضي وكان قد جاء لتناول الغداء عندي كنت أتحدث معه قبل الحادث بثلاث دقائق وأخبرني أنه على بعد عشر دقائق من الوصول ولكن بعد ذلك جاءني اتصال يخبرني بوقوع حادث وأضافت ريهام أنها لم تتمكن من وداع والدها قبل وفاته وهو ما زاد من مرارة فراقه لم تمكن حتى من وداعه ولكن الحمد لله على كل حال الشيء الذي يصبرني هو أنني لم أتأخر يوما عن إظهار حبي له آخر رسالة بيننا كانت قبل أيام من وفاته حيث أرسلت له كلمات مقتبسة من قصيدة نزار قباني الشهيرة لقد أفسدت حياتي يا أبي لأنني كلما قارنت رجلا بك سقط من عيني وكتبت له من قلبي هدباء عبد الغفور ريهام تذكرت أيضا لحظة غسلي والدها حيث قالت إنها كانت من اللحظات الأكثر تأثيرا في حياتها كنت أشاهد الناس في تلك اللحظة وكانوا مبتسمين لكن والدي كان يبدو كما لو أنه يبتسم اعتقدت في البداية أنه ما زال حيا كانت لحظة مؤثرة جدا وهو الآن في مكان أفضل في الجنة بكل هذه الذكريات والمشاعر تظل ريهام عبد الغفور تحمل في قلبها حبا كبيرا لوالدها الراحل وتذكره دائما بكلمات رائعة تؤكد مكانته الكبيرة في حياتها ترجمة نانسي قنقر